السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة سديالي دائم لهم شنال جزبه إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا ناشتين كل أمور ديلكم زينوك تماما جميع السيدات عن جميع الحبيبات متسبعات لغزلات الوفيات على القناة سديالي لي أكيد أكيد لهم شنال لغزلات دياليوما وللوصفة دياليوما ستكون وصفة مختصة بالتخصيص تحديدا بواسطة مشروب سحري ولا أرواع لإنقاس الوزن والتخلص من سمنة المفرطة وللوزن الزائد بواسطة واحد المشروب ستشربوه إن شاء الله على الرق و ستخلصون الدهون المتراكمة و ستخلصون بزاو ديال السموم أيضا اللي ستكون عندكم في البطن ديالكم فقبل أن شون تعرفوا على مكونات المصفة بعدا نوغين رحبكم كل من كي زورني وكل من كي شاهدني وكل من كي شجعني فشكرا لكم وتحياتي من القلب للقلب إن شاء الله نتمنى توصلكم ولكنتو أول مرة جدد ما تنسوش تضغطوا على زي الاشتراك وتفعلوا زي الجرس وأيضا اللايكات حبيباتي ثم اللايكات كي زيدوا شجعوني كتر وكتر باش نزيد نقدم الجديد في مجال الوصفات الطبيعية وأيضا خليوا لنا استفسارات ديالكم اقتراحات ديالكم في فيديوهات المقبلة شنو تبغيوا تشوفو في الفيديو أي فيديو تبغيوا تشوفو على الرأس والعين أنني نجي ونقدمو لكم ونعطاه لكم إن شاء الله أي فيديو طلبتوك نحاول مكسيموم ديالي أنني نقلب ونبحث مرار نمتكرار ونجرب الوصفة ونجي نشاركها معكم باش تعجبكم وتفيدكم واليوم معنا وصفة زوينة غتعجبكم وهي بالقهوة كما كتلاحظوا يعني الحاجة لي هزا في إيديا هي المكون السحري والرئيسي اللي هو القهوة خديث هنا يا ناس كافي ممكن تاخدوا أي قهوة بغيتو فهذا القهوة بنات سحرية سحرية ورائعة جدا بخصوص تخصيص البطن وحرق الدهون وإزالة الكرش فهذا بغادي ندوز باش نتعرفوا يعني مع بعضنا البعد على المكوينة زيال هاد لغوستها هدي فكما كنا غنحتاجوا القهوة سواء نسكافي ولا أي قهوة توفرت عندكم في البيت نحتاج واحد الكوب ديال الماء يكون مغلم زيان غادي نحتاج معكم واحد نص حمضة يعني سحمضة القهوة والما مغلة غادي نحتاج معاكم إن شاء الله أيضا الكامون البلدي معنا واحد المعلقة ولا نص معلقة كامون كنا من العشاق دياله صراحة الحمد لله تعجبنا واللدة دياله يعني ابنين ما نكذبو شي غزال بزاف وحتى هو مفيد بخصوص تخصيص غادي نحتاج معاكم إن شاء الله القرفة أو للدارسين سواء كانت عواد أو لبودرة وغادي نحتاج معاكم المعلقة صغيرة ولا نص معلقة ولا غرشة ديال سكنجبير سواء كانت بودرة ولا كانت تازج إلا كانت تازج غيكون أفضل لأنه ما كيخليش ريحة قوية ديال السكنجبير وأيضا حتى النتيجة كتكون في مدة وجيزة ولسريعة بزاف وغادي نحتاج واحد معلقة صغيرة ديال العسل ولكن العسل الحر ماشي العسل يعني العسل طبيعي يعني ديال النحل ماشي العسل اللي هو بالسكر إلا كان بالسكر فمن الأحسن تستغني وعنه ما تستخدموش لأنه الوصفة بغينا ننقص بها الوزن ما بغينا نزيدو بها الوزن وهي ديجة يعني البنادية الهارة ممتازة لأنه فيها القهوة فيها القرفة هي ديجة حلوة طبيعيا إحنا نضفنا لهذا معلقة العسل الطبيعي باش ننقص الوزن ماشي باش نزيدوه فهذه هم العناصر ديجة ندوز معكم لطريقة تطبيق هذه الوصفة فبسم الله على بركتي الله أول حاجة نبدأ هي قهوة نيس كافي نحتاج واحد المعلقة ننطق الضوب نحن ننطق الضوب نحن 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 ننطق الضواب سريعة دوابان نتوقع الدواب ومن بعد نضيفه كمية الكامون كما لاحظوه انا لم اضفت كمية كثيرة اضفت كمية قليلة جدا لانه بعض النساء او لبعض الاشخاص مرادين بزرد دي الامراض مزمينة فالله يحفظكم ويحفظنا اجماعين يا رب فدائما اي وصفة ما تاخدوها حتى تتعرفوا وش غا تناسبكم كنين بعد الوصفات ما كيتوتوش مع الناس اللي يعدهم امراض مزمينة فمن الاحسن استشارة الطبيب في اي وصفة طبيعية باش هكدا تكونوا دائما على بال وتكونوا محافظين على الصحة ديلكم تقريبا الوصفات ماشي كاملة وانما يعني كتناسب الناس اللي هما في صحة ممتازة او جيدة يعني ما كيعانو من حتى شي مرض اضفت القهوة اضفت الكامون اضفت القرفاء او الدارسين اضفت القرفاء او الدارسين لم يجب系 كامية يخبأ لسه حتى مشري كاملة اضفت القرفاء او الدارسين تقريبا التصوص للسهن اضفت 0 why около 1怎么样 اضفت كامل قالت Vorteق تقريبا اضفتاء كثيرا شوية فممكن تقلل لي منها باش مجيكش ديك البناوة ديال السكين جبير من بعد كتضيفي ديك حمضة كتع سريها المشروف جاهز للاستخدام لأي رجل يجرب هذه المصفة هي وصفة للجنسين لأغلبية المتسبعين والله الحمد هم نساء دائما الكلام يكون موجهة للنساء أكثر من الرجال وهذا لم يعني أنه أنني كنهضر غير مع النساء فقط كنهضر مع كل من يتابعني وكل من يشجعني وكل من يزورني سوان كانت ام ارأة او لا رجل فتحية لكم كبيرة كيفما كانت نوعية ديالكم نشكركم على دعمكم المتواصل والله الحمد وشكرا لكم وشكر ديالي أكيد ما يوفيش لكم الحق ديالكم وده باكي ما قلنا بعد موجود المشروب ديالنا كتضيف له آخر حاجة اللي قلنا هي العسل والعسل من الأحسن يكون طبيعي ما يكونش عسل السكر نهائيا فكتضيفي ديكا مع القادية للعسل تحاولي تخلطي الوسفة مزيان وها هو المشروب صباح جاهز 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 ما عليك إلا تشربه بسحتك وراحتك زوين 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 بزاف نتمنى أي شخص يجربه ويكتب لي في التعليق كيفاش جاتوا الوصفة ديالي ومارها زوينة كل ما نجربها غادي شكرني عليها والشكر ديالكم هذه هي أهم حاجة تشجعوني بها هي تشجيعاتكم ليا والشكر ديالكم ليا أكيد تاوكي يزيد يحفزني والدعوات ديالكم حبيباتي تاهاية تزيد تزيد تعطني المزيد من القوة وباش نزيد نخدم إن شاء الله أكتر وأكتر كيفاش نشربه بعد ما حضرناه وبعد مسا في التمر الوصفة فطريقة ديال شرب هاد كتاخديه قبل وجبة ديال الفطور كوب واحد في اليوم فهو كافي غير كوب واحد قبل وجبة الفطور كتاخديه ما تاخديش هاد الكوب مثلا هادره كبير بزاف كيني الناس ما يقدوش على هاد الكوب قبل وجبة الفطور يسبب ليهم مشاكل كيني كما قلت لكم الناس ما عندهمش مشاكل كيني الناس عندهم مشاكل فمن أحسن تاخديه يكون بصغير وتاخديه كينما قلنا تبقيه قبل وجبة ديال الفطور يوميا لمدة ديال ثلاثة ديال أيام على الأقل أما هاد الوصفة ممكن تدوموا عليها أسبوع حتى تشوفوا النتيجة كيفاش عاملة ومن بعد كيني تحبسوا الوصفة نهائيا باش ما تنقصوش كتر من اللازم أولا كتر من الوزن اللي بغيتو فهاد شي اللي كانت هادية الوصفة ديال اليوم وبالنسبة الناس اللي عندهم أمراض مزمينة يحاولوا استشارة الطبيب عاد يستخدموا هاد المشروب هاد باش هكدا تعرفوا شنو كتديرو ويقدر يسبب مشاكل يقدر ما يسببش مشاكل باش انتو ما تخرجوا من هاد المسألة هادي ومن هاد الحيرة حاولوا استشارة الطبيب عاد شربوا المشروب فانتمنى انو فيديو اليوم لردة ديالكم الاعجاب ديالكم انتمنى استفتوا معايا سوان بالقليل ولا بالكثير ماز بخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم حبيباتي ونشوفكم فيديو جديد عن قريب